السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر بعض الأصدقاء والمتابعين الأعزاء من قلب دولة العراق العزيزة كانوا بيزعلوا مننا جدا لما احنا كنا بننتقد أداء السيد مقتضى الصدر زعيم الطيار الصدري في قلب دولة العراق الشقيق كانوا بيزعلوا مننا ويقولوا انت شفهمك انت أساسا في الوضع في العراق وبعدين انت إيه اللي دخلك في العراق عاملين بالضبط زي بعض عناصر جماعة الإخوان في قلب الدولة الليبية وفي قلب تونس اللي بيقولوا انت إيه اللي دخلك في تونس وإيه اللي دخلك في ليبيا يا جماعة فيه إيه وانتوا شايفين ان احنا موجودين على دبابات ودخلين مثلا العراق أو ليبيا أو تونس طبعا الجماعة بتوعي الإخوان هما مش عاوزين حد يتكلم في سيرة ليبيا أو تونس ليه انت بتفضحهم بتكشف أوراقهم احنا طبعا ما بنتدخلش احنا ما معناش دبابات مثلا ولا حاجة انما احنا فقط لغير بنحلل الوضع يعني تحليل الوضع لا يعد تدخلا وإذا كان حضرتك شايفه تدخل طيب ده قصور في فهمك انت أساسا لدور الإعلام الدولي الله اشمعنا جماعة الإخوان كانت بترتضي تدخل قناة الجزيرة في سنوات سابقة ضد شعب ليبيا وضد الشعب التونسي وكانت عشان قناة الجزيرة مؤيدة ليهم والأهدافهم الفوضوية والتخريبية في قلب المنطقة كانوا مبسوطين جدا منها إلى درجة انهما كانوا بيحتفوا بيها وما يقولوش أساسا لقناة الجزيرة ده بيعتبر تدخل شمعنا لما احنا بدأنا نكشف أوراقهم اعتبروا ان نكشف هذه الأوراق على المستوى الإعلامي بمثابة تدخل طبعا الأشقاء في العراق مع الفارق في التشبيه كان بعضهم بيزعل مننا ويقول انت بتتدخل لي طبعا لما احنا كنا بنكشف السطار ونقول خلي بالكم وبنحذر تصرفات وسوء تصرفات مقتدى الصدر في إدارة العملية السياسية في قلب العراق في مرحلة سابقة أو خلال الشهور اللي فاتت ده هيود العراق في دهية لو استمر على هذا الأساس وكنا بنقول بالحرف الواحد مقتدى الصدر فاشل سياسيا فاشل فاشل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ما هو أحمد عبدالهادي ممكن يكون إلى حد ما ناجح إعلاميا لكن هذا لا يعني أن أحمد عبدالهادي يقدر يدير مثلا حربة عسكرية في قلب الميدان لأن ده مش تخصصة لمؤاخذة يعني مش مطلوب مني وأنا ناجح إعلاميا يبقى أنا هكون ناجح عسكريا أو العكس صحيح وبالتالي مقتدى الصدر له أتباعه هو له شعبيته دخل البرلمان بتاع 2021 النتيجة أن سيادته سيطر على الأغلبية لكنه فاشل سياسيا فشل في تشكيل حكومة أغلبية فشل في التنسيق ما بينه وما بين الخصوم بتوعه لا يعتبر بمثابة فشل فشل في أن هو يدير الملفات السياسية والمجتمعية والاقتصادية في مراحل تالية إلى درجة أن هو أعطى تعليمات لأنصاره أن هما يقتحموا مقر البرلمان لحظتها قلنا بالحرف الواحد كارسا كارسا هتحط على دولة العراق الشقيق لو استمر الوضع على ما هو عليه ده بيؤكد أن مقتدى الصدر مع الاحترام والتقدير له هو وأنصاره معنى ذلك أن الراجل ده ما بفهمش حاجة في السياسة ليه؟ أنت عندك الفرصة ممتازة جدا سيطرت على الأغلبية مفروض تشكل حكومة تتوافق حواليها أنت والإطار التنسيقي اللي هما الخصوم مطلوب أنك أنت أساسا تشكل الحكومة دي فشل عشان هما وقفوا ضده أقطما طبيعي أنا راجل أساسا بعرضك هو أنا هتغزل في جمالك الطبيعي أن أنا هوقفك الطبيعي أن أنا هشنقلك ما أنت لازم يكون عندك زكاء سياسي بحيث طالما أنك أنت ما أنتش قادر توصل لتحقيق هدفك بمعدل مية في المية ليس شرطا أنك أنت تتمسك بالمية في المية لأنك أنت لو تمسكت بالمية في المية يبقى معنى ذلك هتخسر كل حاجة على الأقل امشي باربعين في المية يبقى أنت معاك نسبة ربعين في المية تقدر تستمر بيهم يبقى أنت هتحقق هنا ربعين في المية هنا ربعين في المية هنا ربعين في المية يبقى في الحالة ديت على الأقل أنت متواجد بقوة إلى أن يتم إصلاح الأوضاع النتيجة سيادته قال لا 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 ما نفعنيش الكلام ده ايه ده بتاع له طهر التنسيق لا 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 انا كده بقى يا جماعة الكمسة الواحد وسبعين او الاتنين وسبعين او تسعة وسبعين على ما اسكر عضو اللي هما تبعين للطيار الصدر اخرجوا اخرجوا من البرلمان الله ما انتسبت البرلمان ليه معترض على محمد شايع السودان ان هو يكون رئيس للحكومة لا 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 ده الرجل الموالي لنور الملك والموالي الايران والموالي الكزا موالي المين انت ليه بتوزع اللي اتهمت بنفس الطريقة ادية ضد انصارك ضد عفوا الخصوم بتوعك والانصار بتوعك بياخدوا الاتهمات ديك وبيرواجوها طيب ما هما خصومك بيقولوا انك انت موالي الامريكا هنفضل بقى نوزع الاتهمات على بعضينا دول موجودين مش بمزاجك وانت موجود مش بمزاجهم يبقى احنا نعمل نوع من التوافق فشل دلوقتي حضراتكم بعد ما ثبت فشله اختفى دخل النفق المظلم مش احنا اللي بنقول كده على فكرة التحليلات الاعلامية الدولية طبعا حضراتكم انتوا عارفين عشان بس ما نكررش الكلام بداية الخلافات ما بين الاطار التنسيقي والطيار الصدري ثم مطالبة مقتدى الصدري بحل البرلمان وقال لا 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 احنا نحل البرلمان طب مين اللي قال كده هو طيب خصومك رفضين وهم الاكثرية ايوة بس البرلمان اساسا مقسم بنظام المحاصصة وبالتالي هو برلمان غير دستوري طيب من ترتديت هو برلمان غير دستوري ويحقق اهداف الخصوم اللي هم يا حرم مش حرصين على مصلحة العراق طيب ما انت ارتضيت انك انت تدخل منافس ليهم لو انه هم كذلك انت سيادتك دخلت منافس ليهم ليه وقدتهم الشرعية ليه ما هو ده برضو فشل سياسي البرلمان لازم يتحل وهواش محلول احنا نوقف الجلسات مش هنوقف الجلسات لا 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 انصار الطيار الصدري اقتحموا البرلمان قال لا ايه يا جماعة فيه ايه ليس هكذا تدار الامور لان العراق ما صدق يخرج من الايام السوداء وايام الفوضى والخراب المستعجل انت عاوز ترجعه مرة تانية لحالة الفوضى دي طبعا اه انصار اقتحموا الدنيا تبهدلت لا 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 انا هعتزل الحياة السياسية عشان الكل يتحيل عليه ويرجعه تاني لا لا طب خلاص انا رجعت للحياة السياسية ايه حالة التخبط دي لحظتها يا جماعة ومنذ عدة شهور وفي حينها مباشرة كانت قناة مصر هي القناة الوحيدة اللي دقت اجراس الخطر وقالت للسيد مقتضى الصدر خلي بالك انت كده بتعمل مشكلة كبيرة جدا فانت قدامك حلين يا اما انك انت توسع لمن يدير بشكل صحيح يا اما انك انت تدير المسألة بشكل توافقي بحيث توصل بالعراق وشعب العراق لبر الامان لان المزانيات مش معتمدة الناس اساسا ما عندهاش خدمات فيه قرارات كتيرة جدا مهمة للغاية معلقة النتيجة ان ما فيش حكومة لفترة كبيرة جدا النتيجة فرض شروطه لا تجميد البرلمان وقف الدستور تجميد مناصب كل الخصوم بتوعه لانهم اساسا منتمن لايران ومنتمن مش عارف لمين والمين خصومه قاله تعالى نتناقش رفض طب انت بترفض ليه ما انت كده بتهد المعبد على دماغي الكل حذرنا دقينا اجراس الخطر اتهمنا مقتضى الصدر بان هو رجل لا يفهم في السياسة والافضل يتوارى عن الانظار انصار زعلوا مننا جدا اعتذرنا وقلنا يا جماعة المقصد مش ان احنا نهاجم مقتضى الصدر وفي ذات الوقت احنا مع مقررات ومع ارادة الشعب العراقي واختياراته احنا فقط لغير بنلفت الانتباه ان هناك ثمت خطر بيقترب من الشعب العراق وبيقترب من دولة العراق الشقيق جل احنا قلناها لحظتها طارة الايام دخل مقتضى الصدر النفق المظلم دخل انتهى بدأ الاطار التنسيقي يختار مرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني بدأ محمد شياع السوداني يشتغل الراجل بدأ يشتغل كويس يعني احنا كمراقبين لاداء محمد شياع السوداني من على البعد شايفين انه هو شغال على قدم وساق حتى لو لم يحقق اهداف الشعب العراقي بمعدل 100% ليه؟ ما انت قدمك حلين؟ يتقبل بالواقع طالما ان عندك نسبة بتتحقق من طموحاتك واحلامك افضل من ان الحرب الاهلية والفوضى ترجع مرة تانية لحد ما ربنا يساهل وتتعامل انتخابات اخرى او يتعدل الدستور اي كان بقى وبالتالي هو شغال كويس جدا في المقتضى الصدر اين اختفى؟ دخل النفق المظلم دخل كنا نتمنى ان هو ما يدخلش النفق المظلم بالمناسبة كنا نتمنى ان هو يستمر هو والطيار بتاعه بيعمل نوع من التوازنات بيعمل نوع من تحريك المسائل السياسية بحيث الاطار التنسيقي في منافسة الطيار الصدري يمقط الاطار التنسيقي بيبزل قصارى جهده ويد الشعب العراقي ودولة العراق افضل ما عنده ليه؟ لان فيه مراقب ومنافس له اللي هو الطيار الصدري يعني مقتضى الصدر ليس شرطا ان هو يدير المسألة السياسية بشخصه قلنا واكدنا واقترحنا ما هو المانع ان مقتضى الصدر يشكل لجنة من الناس اللي بتفهم في السياسة وهم دول يكونوا بمثابة الهيئة التنفيذية للطيار الصدري اللي تدير العملية السياسية تحت اشراف مقتضى الصدر في هذه الحالة انت بتكسب كويس جدا الشعبية التاريخ فسن النية الوطنية والطيار الصدري موجود على الساحة لان وجود منافس لطيار اخر تفحد ذاته بيكسب الشعوب المزايا والقيمة والوطنية وادارة الامور المتعلقة بالدولة اختفى لدرجة ان صحف دولية زي ما حضراتكم هتشوفوا كده بتقول بالحرف الواحد هل ارتضى مقتضى الصدر بجلوسه في الصفوف الخلفية للسياسة العراقية طبعا ممثل له بكربلاء اكد انه يراقب التطورات واداء الحكومة بتاعت محمد شايع السوداني ويعتقد بانها لن تستمر هكذا يتحدث احد ممثلي في كربلاء طبعا نتمنى عودة مقتضى الصدر بس بشرط يكون استفاد مما حدث يعني مقتضى الصدر له قيمته له احترامه له تقديره والطيار الصدري له وجوده شريطة انه فيش حاجة اسمها انك انت تتحول لميليشيا اساسا في قلب الشارع وتفرض سلطتك بالقوة الجبرية ما فيش حاجة اسمها انك انت تقتحم المنطقة الخضراء وتسيطر على البرلمان وتوقف جلساته بالقوة الجبرية طبعا بعض الناس معها حق ان الطيار الصدري يتحرك لان الدستور نظامه وتقسيم البرلمان بنظام المحصصة ده اساسا امر مرفوض قلبا وقالبا وبيخلي بعض الطيارات هي اللي تتحكم والكلام ده كله ماشي وان الدستور تحطى اساسا عن طريق انصار الولايات المتحدة الامريكية وان احنا رفضينه طيب عظم جدا ليس هناك مانع من ان واحد زي مقتضى الصدر بالتنسيق مع بعض القيادات السياسية والشعبية يتجمعوا يحط خارطة طريق تحت اشراف شخصيات اخرى نجري استفتاء على الدستور نجري انتخابات برلمانية بس على الاقل الدولة الاراقية مستمرة فيما هي عليه بحيث ما ترجعشي للمربع صفر احنا بالمناسبة انا واحد من الناس اللي طبعا معترض على طريقة مقتضى الصدر في ادارة العملية السياسية ورغم ذلك انا بقول له نتمنى عودة مقتضى الصدر للحياة مرة اخرى للحياة السياسية بس شريطة ان ان لا يدير الملف السياسي بالعقلية القديمة يترك ادارة العملية السياسية لمجموعة يتم تشكيلها من السياسيين اللي بيفهموا سياسة واللي ليهم قبول شعبي ويدعوا خارطة طريق للطيار الصدري اولا ويحطوا مخططات جيدة بحيث ان هما يضمنوا السيطرة على البرلمان القادم بشكل قوي وبالتالي كلهم قرار ويد قوية جدا في اتخاذ القرارات اللي من شأنها دعم العراق وامنه واستقراره ربنا يوفى العراق وكل الدول العربية يا رب العالمين اراكم على خير